تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم رفع فيها إلى جلالة أسماء آيات التهاني بمناسبة فوز مملكة البحرين بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة في برقيته أن هذا الإنجاز يؤكد ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من مستويات متميزة وقدرة تنافسية عالية في ظل ما تحققه من نجاحات متواصلة بفضل ما تحظى به من رعاية كبيرة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويوفقه لمزيد من الخير والنمى لمملكة البحرين